السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب ومشارة تكونوا بخير اليوم عندنا فيديو على الديانة البي الف طبعا مش شرح اعطال او شيء لكن هذه بنقة جديدة تعتبر انظيفة وقاعدة حتى ستوك متاحة ما فيهش يخبوش ومش متضرر البنقة قاعدة جديدة لكن طاحت عند شخص فني صيانة هي اما يتعلم او ما وش عارفش انه لشي اللي ديرها العطل المشهور في الديانة البي الف بعد فترة يصير تنسيم وسبب التنسيم الربلات امتعات الريجوليتر وحنوريكم كيف شكلهم مع كدر مع القدم الاستعمال مع الاستعمال لمدة طويلة يتحول يولي بالطريقة هذي امتعات يعني لو تمسك اي واحد فيهم معاش فيه يتفتر شمعك غير القومينيات او الربلات وانتهينا من قصة التسريب لكن شخصي اللي صيينها ما عرفش المشكلة وين وبدال ما يخلاها في حالها دار عملية صيانة كانت غلط وسببت فيه مشكلة تعتبر معدومة البنجة معدومة معاش في منها فايدة جيل الفلف هذا وخاء خرطة ومنجحش معاه وعاود خدمة جديدة من تفلن لاحظوا بعد فترة من الاستعمال كيف ولل شكل متاعه هذا هو ركب المكينة لو انحرك سيتحرك معي بشكل شبه حلزوني لا يتحرك معي في الوسط لا يمشي وجي المشكلة هو اللي صايرة عندي هنا لما نعبي الخزان ميتين بار ونجي نشغل بنضرب بسيطة جدا مخزن الرش ميلفش وثاني شي لهو ما يطلعش ضرب خفيف بشكل اقل من واحد جول هذه مشكلتها لان هذا التفلن أصبح معوج والبلف لو تلاحظوا الرسمة هذا المكان يسكر أعوج لان خدمت غلط وبعدين النوع هذا من التفلن ما يتحملش ضغوط عالية فالشاني صار له أصبح معوج ولما يضرب ما يفتحش لان فيه احتكاك عالي عالك في المجرى متاعه لان يخف الضغط تحت ميت بار باش ترقب توصل السرعة متاعها قوتها لعشرين جول يعني عدم معرفة سبب العطل خلا الشخص هذا خدم في جهة مليهاش دعوة بالعطل مرة واحدة ولا لها علاقة بالعطل جالي جهة تانية واشتغل فيها ويفترض عليه انه ما كانش يغير القطعة هذه أو يعني تغيير متاعها بتكون بقطعة أصلية أو ما تنخدمش لكن مش تنخدم من تفلن ما هوش معد للامورة هي ما هوش معد للضغوط العالية نصيحة اللي بيخدم في الصيانة يا أما ركب قطعة أصلية أو ما تكونش تخدم تمشي ترفع لطورنه ويخدم لك وصلاته ويخدم لك تفلن وراس وقصة من هالنوع وفي الأخير بتجي على حساب الزبون زبون جاي واخد بنقة برقم وقدره ما هوش واخد هدية وماكش عاطيها لها بلاش فيفترض انه لما بتدير عملية صيانة صيّم بشكل صحيح هذه القطعة ما عنديش وهذه فها مشكلة خلاص نخلاها ونقول لزبون هدية فها مشكلة وما عنديش منها القطعة هدية مش هتاخر بالدنيا لو جاي زبون رفعها البندق متاعها وما اخدتش منه فلوس لكن انك تصين يعني الكلام موجه لشخص معين الكلام بشكل عام لما تدخل على برنامج الصيانة يفترض عليك انك تكون عندك دراية رقم واحد ورقم اثنين عندك قطع غيار انسى قصة الموديفكات وتخدم وصلات وتخدم واحدة انت مجانية تخدم اخدم البندقتك زبون لما نجي تقول لها هذه قطعة ما فيش موجودة وبنخدم لك خدمة لكن مرات تنجح ومرات ما تنجحش وزبون قال لك اخدم ما عندك مشكلة اي اي اوكين هذا كلام ثاني لكن تخدم ودين روحك صينت ودرت بشكل مواقد لكن لما تشتغل لفترة تصير المشكلة هذا القطعة ما فيش موجودة ولما نمشدت البندقة هدي للشخص هذا ماشي امورها طيب ما فياش مشكلة كان فها مشكلة في القمينيات متعات الريجولياتر يعني جتني بالتسريب وغيرنا الربلات متعات الريجولياتر وتهي التسريب ومشدت امورها طيبة لكن حاليا جابها زبون مع شضره لما افتحنا لانجيت البلف منتهي خلاص يعني المسمار اعوج لان التفلون ما تحملش الضغط وتغير مجرى مجرى تسكير متعه شوف الخط الاسود هذا الامكان اللي يسكر عليه بالزلط شوف كيف رايح ممايل هذا غلط خدمة بالطريقة هادي مايش منطقية وبشرعا غير جايزة لان كنت خربت ما صينتش ونصر الله السلامة للجميع يعني يعني حرام بندقة واخدها شخص برقم ويجي واحد يلعب فيها هيكي من عبطا على ما هناك شيء موضوع غير منطقي صين صين صح او ما تصينش او اطلع من الموضوع هذا وخلي عندك قطع غيار شيء تعب عليه لكن انك تجي تقعد تدير في موديفكات ودير في قصص زايدة لا ما تمشيش لعمليك مش خدمة هادي بعون الله في الجديد اي بندقة بتجيني من اي زبون دخلة صيانة وصارفها مشاكل بالطريقة هادي يعني سوء صيانة هننزل عليها فيديو على الاقل خلي كل واحد يعرف شيني عنده وشيني ليه وشيني لا له ونشوفوكم في فيديو تاني ان شاء الله